طيب يا شباب في أي سورة توقفنا المرة الماضية القمر لا القيامة أم القمر إقتربت الساعة والشق القمر طيب هيا بنبدأ من الذي سيبدأ شباب من الذي سيبدأ شباب نبدأ أنا من الذي سيقرأ شباب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حينما نبدأ القراءة لابد أن نستعيس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله بارك الله فيك أخي وَالْمُرْسَنَاتِ عُرْفًا لا بأس لا بأس خلاص فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالْنَا وَالْنَاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُظْرًا أَوْ نُظْرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاكِعَ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَانُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُكِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلِنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّنِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجَرِمِينَ وَإِلُنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقُمْ مِنْ مَا إِمْ مَهِينَ فَاجْعَلْنَاهُ فِي كَرَارٍ مَكِينَ إِلَى قَدَرٍ مَعْنُومٍ فَقَدَوْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلِي يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْبَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَاجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِقَاتٍ وَأَسْقَيْنَاهُمَّا أَفُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْبَ كِفَاتًا أَحْيَاءَهُ وَأَمْوَاتًا وَاجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِقَاتٍ وَأَسْقَيْنَاهُمْ أَسْقَيْنَاكُمْ لَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً غَدَقًا وَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ يَا قَلِقُوا إِلَى مَاكُوتٌ بِهِ تُكَذِّبُونَ يَا قَلِقُوا إِلَى مَاكُوتٌ بِهِ تُكَذِّبُونَ جميل جميل ليس انطلقوا هذا كثير بنيك انطلقوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كثيرها بنيك لا لا بنيك لا هذا إخفاء حقيقه انطلقوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ تروس تروس يَا قَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ 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 ويغني من النهب إنها تعميم شرر يا كالقف كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين إن هذا يوم لا ياتكون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين وإذا هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإذا كان لكم كيد وفكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ذلال وعيون وفواكه مما يشتهون قلوا واشربوا ونيئا بما قوتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعون ويل لهم اركعون لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حريث بعده يؤمنون لو أن كل رجل مننا عنده ولده أو عنده ابنه ويربيه مثل هذا لكان شيئا عظيما لو أن كل شاب عنده أخيه الصغير مثل هذا لكان شيئا جميلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دائما وأبدا إذا كان الأمر طاعة لله عز وجل لا تستحيي الله عز وجل قال ما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج لا تستحيي أخي ما شاء الله جريء صوته مرتفع وتجويد ممتاز ولا يقرأ من المصحف لا يقرأ من الكتاب لا يقرأ من الكتاب الشيخ ابن كثير عليه رحمة الله يقول في كتابه يقول في كتابه تفسير القرآن العظيم جرت حكمة الله عز وجل أن من شب على شيء شاب عليه من شب على شيء شاب عليه إذا نشأ الشاب في طاعة الله في قراءة القرآن في ذكر الرحمن في الالتزام محافظة على الصلوات محافظة على الزكوات والإنفاق والخيرات إذا نشأ في ذلك سوف يكبر ويشيب مثل ما نشأ إن نشأ في الخير سوف يكون كبير في الخير من شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه مات عليه لو أنك دائماً تصلي دائماً تصلي وتزكي وتصوم وأفعل خيرات غالباً سوف تموت على ذلك أسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات حسن الخاتمة أسأل الله أن يرزقنا وأن يمن علينا بحسن الخاتمة أسأله جل فعله أن يرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيماً إنه ولد ذلك القدر عليه ومن مات على شيء بعث عليه لزاك الله خيراً يا أخي ومن مات على شيء بعث عليه يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة أليس كذلك الطفل أو الغلام الصغير حسب ما تعود من أبيه ومن أمه إن أمروه بالخير نشأ على ذلك إن تعاونوا معه بحفظ القرآن والتجويد هذا الطالب وهذا التلميذ الصغير الذي قرأ حسين هذا الأسبوع الماضي يركب معي في السيارة حينما نعود إلى بن باز ويسمع المتون كلها من أولي يقول راجي إلى وتمد النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بذا لذنها تريقها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على خيراً إلى النهاية دروس 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 خلاص المتون كلها شباب المتون كلها والقرآن الكريم ما شاء الله هذا شيء مفرح هذا شيء باقوس باقوس ممتاز ممتاز قال صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي الخير في وفي أمتي ما زالت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بخير ما زالت الآيات تتلى يا حامل القرآن يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا قارئ الآيات في الزكر والخلوات يا قارئ الآيات يا مرتل الآيات هنيئاً لك عند رب الأرض والسماوات يا قارئ القرآن هنيئاً لك عند الرحمن يا قارئ القرآن هنيئاً لك برفقة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب يرفع الله به أقواماً ويضع به آخرون هذا القرآن الكريم يا أخي يا أخي أصيك بالقرآن كثيراً أصيك بالقرآن خيراً قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبداً كتاب الله كتاب الله شباب كتاب الله يا أحباب كتاب الله يا طلاب كتاب الله أيها الأحباب والأصحاب والطلاب كتاب الله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبداً كتاب الله وسنتي إن تريد الخير الذي في الدنيا كله موجود في هذا الكتاب إن تريد الخير الذي في الآخرة كله موجود في هذا الكتاب إن تريد الخير الذي في الدنيا وفي الآخرة موجود في هذا الكتاب يا أخي عليك بكتاب الله يا أخي أنا أرسل إليك رسالة رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك تمسك بهذا الكتاب تمسك بهذا الكتاب يا أخي إن أردت غزاءًا إن أردت طعامًا ما كانًا ما كانًا أردت طعام إن أردت شراب من نمو إن أردت غزاء إن أردت طعامًا وشرابًا وغزاءًا ودواءًا وشفاءًا عليك بالقرآن عليك بالقرآن هذا أفضل صاحب حينما تسافر صاحبك صديقك هو القرآن حينما تجلس حبيبك جليسك الذي يجلس معك هو القرآن حينما تنام القرآن القرآن يا أخي الله عز وجل سوف ينجيك من هذا الزمن زمن الفتن زمن الفتن هذا عليك بكتاب الله عز وجل عليك بكتاب الله والله إن رأى منك خيرًا وإن رأى منك صدقًا وإن رأى منك إخلاصًا والله سوف تمتر سماء الله سوف تمتر سماء الله عليك خيرًا عظيمًا السماء ستمتر عليك خيرات وبركات ونفحات وبشريات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات خير كثيرًا سيأتيك خير من حيث لا تدريج من حيث لا تدريج لكن لا تبتعد عن هذا الكتاب إياك أو الشيطان الشيطان يجعل القرآن صعب صعب في الهفز القرآن يجعل عندك كسل الشيطان حينما تقرأ القرآن يأتيك النوم ولو ذهبت تلعب الكرة كرة القدم كرة لوتوت كاكي تجد نفسك ما شاء الله حينما تقرأ القرآن استغفر الله استغفر الله هذا اللعين عليه لعنة الله هذا الشيطان الرجيم هذا كما سموه العلماء نوم مصطنع ليس نوم حقيقي جسدك نوم نوم لا يريد نوم لكن هذا الشيطان تقرأ الآيات تتحدث تلعب تسمع تشاهد مباراة كرة القدم برشلونة أو للمدريد ما شاء الله هذه كبيرة ما شاء الله أما عند قراءة القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا النوم يأتي هكذا اذهب إلى الحماء استعن بالله عز وجل واغسل وجهك وتوضأ جيدا واذهب يا رب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كل ولا تكلني إلى نفسي طرف تعين اللهم أن يعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي لا تنسوا أذكار الصباح والمساء شباب أذكار الصباح والمساء هذا مهم جدا حتى يحسنكم الله عز وجل من هذا اللعين أخطر شيء على الشيطان أكثر شيء يكرهه الشيطان أنك تقرأ في القرآن يمكن تذهب تقرأ في القرآن يأتيك في عقلك تتذكر شيء أنا نسيت شيء في الحجرة تترك المصحف وتذهب إلى الحجرة أنا تذكرت شيء كنت أقوله لصاحبي ولزميني تترك المصحف وتذهب لزمينك كل شيء يأتيك في عقلك وفي رأسك مثل ما تصلي الله أكبر فكر كثير يأتيك الشيطان أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا لا تستيقظ إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام يا الله ما هذا انتهت الصلاة انتهت الصلاة وأنت تفكر في الخارج تفكر 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 الله عز وجل قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعز بالله فاستعز بالله أعوذ بالله من هذا اللعين وقل ربي أعوذ بك من همزات الشيطين وعوذ بك ربي أن يحضرون استعز بالله القرآن ليس صعب أنا صعب وأنت صعب لكن القرآن ليس صعب ولقد يسرنا القرآن للذكر صحابة النبي دخلوا الإسلام وسنهم ثلاثون أربعون خمس وثلاثون كبار وحافظوا القرآن أليس كذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا كبار في السن منهم متزوج منهم عنده أولاد وعنده مشاغل وعنده كذا وكذا وكانوا لا يكتبون تعلموا الكتابة وتعلموا القراءة وتعلموا القرآن وحافظوا أحاديث النبي كلها وحافظوا مساء العقيدة والفقه وكل شيء لماذا لماذا شباب واتقوا الله ويعلمكم الله تق الله عز وجل الله يعلمك هذه الآية في أكبر سورة وفي أكبر آية في القرآن الكريم آية الدين في سورة البقرة هذه الكلمة في آخرها واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علي وإن كنتم على سفر عليكم بكتاب الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم وإياكم والشيطان ولي وإياكم الله عز وجل قال الشيطان يعيدكم الفقر تعرفون الفقر يا شباب تعرفون الفقر تعرفون الفقر فقر رجل ليس معه أموال ولا بيت ولا كذا هذا اسمه فقير إنما الصدقاته للفقراء المساكين خمس أو ست أعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي السبيل الله ومن السبيل هكذا الشيطان لا يريد أن يكون معك أموال ولا يريد أن يكون معك علم ولا يريد أن يكون معك قرآن ولا يريد أن يكون معك أخلاق وإن نكل على خلق عظيم أخلاق النبي النبي لا يريد أن يكون معك معاملة الشيطان لا يريد أن يكون معك قوة بدنية حتى لا تستطيع أن تقييم الليل هذا كله اسمه الفقر كله اسمه الفقر الشيطان يعدكم الفقر فقر في المال فقر في العلم فقر في القرآن فقر في الأخلاق فقر في المعاملة فقر في المسائل فقر في العبادات فقر في المعاملات كل هذا الشيطان يريد أن يكون عندك فقر عليك أن تنتبه من هذا العدو اللدود لذلك الله عز وجل حذرنا في القرآن الكريم بأيات كثيرة كثيرة لذلك يأتي يوم القيامة يقول ألم أعهد إليكم يا بني آذم ألا تعبدوا الشيطان أنا قلت لكم في القرآن وأنتم في الدنيا وأنتم في الدنيا تدرسون في معاة جميل الرحمن قلت لكم في كتاب الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا قلت لكم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان قلت لكم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله قلت لك وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما عرفت هذا راس لماذا تمشي خلف الشيطان لماذا تمشي خلف الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آذم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء طب ربك سبحانه وتعالى والله يعيدكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليه والله اذهب إلى ربك وترى عنده خير كثير لكن إياك والشيطان يضيع منك الوقت الكثير الوقت الكثير يضيع منك لماذا الوقت هو رأسه مالك الوقت هو رأسه مالك لا تضيع الوقت تحدث في الخير في القرآن في الحديث لا بأس في غير ذلك لا تتحدث زميلك يأتي يجلس معك إذا كان يسمع قرآن يسمع متون يسألك عن أي شيء في علوم القرآن لا بأس يريد أن أتكلم في أشياء أخرى هذه الليلة هناك حفلة في جاكرتا هناك في زاعة في مسلسل هناك فيلم هناك مطش كورة حسبك اقف هب أنا لست صديقك ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني تخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا إخواني وأحبابي وأصدقائي وأصحابي يمكن هذه آخر جلسة قبل الامتحان أليس كذلك أصيكم بالجد والإجتهاد وأتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه يا إخواني يا إخواني هل يجوز أنا أسألكم سؤال أسألكم سؤال رجل يريد أن يشتري مصحف ليحفظ القرآن فيه رجل يريد أن يشتري مصحف ليحفظ القرآن هل يجوز أن يسرق الأموال حتى يشتري المصحف هذا يجوز كيف أنت تريد أن تحفظ القرآن لا بس تريد أن تشتري المصحف هل تسرق الأموال من الناس حتى تشتري المصحف؟ المصحف فيه آية تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أليس كذلك؟ أيضاً أنت جئت هنا لطلب العلم أليس كذلك؟ هل يجوز لك أن تطلب العلم بالغش بالغش في الامتحان؟ هل يجوز؟ لا يجوز لا يجوز لأن العلم قال لنا حديث عن النبي من غشنا فليس من أليس كذلك؟ ياكم وهذا الأسلوب هذا الأسلوب ليس تربوي وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي حذر منه تحذيراً شديداً فقال من غشنا لم يكن عاصياً أو فاسقاً أو فاجراً من غشنا فليس منا أي كأنه ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك؟ لا تنظر في كتاب ولا تنظر في ورقة زميلك ولا تحدث مع زميلك ولا تسأله عن آية ولا تسأله عن حكم ولا عن مسألة أثناء الامتحان لاص أنظر في ورقتك فكر فكر تستعين بالله عز وجل تستعين بالله عز وجل إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله عز وجل إياك نعبد وإياك استعين أسأل الله لكم النجاح والفلاح والعمل الصالح والكفاح وأن يرزقني وإياكم السداد والرشاد وأن ينفع بكم البلاد والعباد كما أنني أذكر نفسي وأذكركم لا تنسوا يا أحبابي أذكار الصباح والمساء التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم وجعل ممشاكم وخطاكم في مزان حسناتكم وجعل أوقاتكم كلها عامرة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم واهتمامكم وإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته